المجموعة الثانية من الشقوق القاعدية ده كاشف المجموعة حمض HCL المخفف مع كابريتيت الصوديوم طيب لو جينا ابتدينا بأملاح النحاس هناخد جزء من أملاح النحاس مع حمض HCL المخفف في وجود كابريتيت الصوديوم زي ما احنا شايفين تكون راسب أسود من كابريتيت النحاس هذا الراسب شحيح الزوبان في الأحماض المخففة يعني لو جينا حطينا HCL هنلاقي إنه مش بيدوب أو شحيح الزوبان طيب هذا في حالة النحاس في حالة الكادميوم هناخد جزء من أملاح الكادميوم محمض HCL المخفف كابريتيت الصوديوم زي ما احنا شايفين كده تكون راسب أصفر كناري من كابريتيت الكادميوم هذا الراسب أيضا لا يزوب في الأحماض المخففة طيب ممكن كمان نعمل بعض التجارب التأكدية زيادة التأكيد يعني مع محلول أول تجربة تأكدية مع محلول هيدروكسيد الأمونيوم فلو جينا خدنا أمبوبة خدنا جزء من أملاح النحاس هناخد جزء من محلول هيدروكسيد الأمونيوم زي ما احنا شايفين كده تكون راسب أزرق من هيدروكسيد النحاس طيب في حالة الكادميوم ناخد جزء من أملاح الكادميوم مع محلول هيدروكسيد الأمونيوم زي ما احنا شايفين كده تكون راسب أبيض يمكن راسب أبيض من هيدروكسيد الكادميوم ده بيدوفي زيادة من هيدروكسيد الأمونيوم يعني عشان كده لما ضفت زيادة من هيدروكسيد الأمونيوم لقيت إن الراسب الأبيض بتاعنا داب طيب ممكن كمان نعمل تجربة تأكيدية تانية مع محلول هيدو سيانيد البوتاسيوم فلو جينا خدنا أملاح النحاس مع محلول هيدو سيانيد البوتاسيوم زي ما احنا شايفين كده تكون راسب بني محمر اللي هو بنقول عليه شوكولاتي طيب في حالة الكادميوم ناخد جزء من أملاح الكادميوم مع محلول حديد و سيانيد البوتاسيوم زي ما احنا شايفين كده تكون راسب أبيض طيب ممكن كمان نعمل تجربة تأكيدية مع محلول هيدروكسيد السوديوم فلو خدنا جزء من أملاح النحاس مع محلول هيدروكسيد السوديوم زي ما احنا شايفين تكون راسب أزرق من هيدروكسيد النحاس طيب في حالة الكادميوم ناخد جزء من أملاح الكادميوم مع محلول هيدروكسيد السوديوم زي ما احنا كده شايفين تكون راسب أبيض وبكده نكون انتهينا من دراسة المجموعة التانية من الشقوق القاعدية ترجمة نانسي قنقر